وعاد النظر في البكالوريا إلا بعد سنة 2020 تصريحات وزيرة التربية الوطنية نوريا بنغبريط التي أكدت أن سنة 2020 ستكون سنة للنقاش حول إعادة تنظيم البكالوريا وبالتالي فإن الحكومة ستطبق الإجراءات القديمة في تسيير هذا الامتحان ولن يتم تقليص أيام الاختباط كما أنه لن يتم العمل بالبطاقية التركبية للتلميذ هذا وأعلنت المسؤولة الأولى على القطاع عن إعادة النظر في تسيير امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي في 2019 ما كان أي تغيير في هذا الميدان نبقاه في نفس النموذج ولكن باش نطبقه في 2020 لابد أن المجتمع تلاميذ الأساتداء الأولياء باش يكونوا على علم الشي اللي قد نقترحوه وصلنا نضن إجماع اللي نقدروا من خلاله نتناقشو بصوت واحد لما نتكلمو على المشروع للقطاع التربية الوطنية يبدو أن مسلسل إصلاح البكالوريا لا يزال متواصلا وهذا ما أظهر للجميع التناقض في تصريحات بنغبريت فمرتان تؤكد أنه تم الانتهاء من هذا الملف وهو على طاولة الحكومة واليوم هناك تصريحات أخرى تشير إلى فتح النقاش في الملف من جديد ترجمة نانسي قنقر